السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في خلاصة يا رب تكونوا بخير بعد كده الجزئية دي مهمة جدا وهنتعرض لها دلوقتي لان هي هتكون فارقة لحد كبير من ناحية وصول مسئولة توظيف لك دي انت من خلالها بتقدر تقول لمسئولة توظيف ان انت متاح لوظيفة جديدة انت حاليا بتظهر على شكل انت دلوقتي هي او الافتراضي بتاع انت لو دست عليها كده اول حاجة هو بقولك يعني انت بتقول لمسئولة توظيف ان انت انت حاليا متاح لشغل جديد فهتدوس لو عايز تكتب في الجزء ده او ملاحظات او مسئولة توظيف بتكتبها له هنا ان انت مسلا بتقول يعني انا بدور بشكل كبير جدا على وظيفة يعني انت حاليا يعني عندك امكانية تكتب لغية تلتونة حرف طيب بعد كده بينزل بتعمل تخصيص الموضوع الاقتراحات اللي بيجي لك من الوظائف بيقول لك انت حاليا يعني انت خلاص مفيش شغل دلوقتي وبتدور على شغل ولا مش قوي يعني الموضوع بالنسبة لك مش مش مصيري ولا انت ما بتدورش على شغل بس لو فيه معينة اه ممكن انت تقبلها ولا لأ انا حاليا انا مش متاح ان انا اشتغل خالص فانا هسيبها اكتيف لي او طيب ايه الجوب او المسميات الوظيفية اللي انت حابب تشتغل فيها طيب بروح ضيف هنا بقى الوظيف بقول مسلا محاسب يقدر يشتغل في كل المسميات الوظيفية اللي انت شايف ان هي اه مرتبطة بمجال الحسابات او انت حابب تشتغل فيها ايه مسلا انا عايز اشتغل خط بتعملها مسلا مسلا اه عايز اشتغل مسلا في السيلز اه اكتب كل الحاجات اللي انت حابب تشتغل فيها ويفضل يكون لديك خبرة فيها طبعا ومرتبطة بمجال دراستك طيب اه بعد كده هو بيقول لك المكان اللي انت حابب تشتغل فيه اي مكان في في العالم ولا حابب تغير لو حابب تغير بتدوس وتقول مسلا لا ده انا عايز في مصر بس عايز في مصر في القاهرة بس فتقدر ان انت تختار المكان اللي انت حابب تشتغل فيه او عايز تدوس او عايز تختار نهوة اه ماي هوم انت طبعا كاتب ان انت من اه في العنوان كاتب بعنوان معين فممكن ان انت تخليها يعني اه دي بيقول ان انت متاح ان انت تشتغل يعني عن بعد تشتغل عن بعد زي شغل عن طريق الانترنت او ان انت تاخد اه تسكات او مهام معينة تخلصها وتبعتها طيب انت عايز تشتغل بدوام كامل فول تايم ولا عقد ولا اه دوام جزئي ولا حاليا بتدار على فرص تدريب ولا على اه ولا انت حابب تتطوع في اه انشطة تطوعية مجتمعية ولا عايز تشتغل بشكل مؤكد فقول مسلا انا محتاجة اشتغل فول تايم تمام هو بيعمل اعمل سيف تمام اه ممكن بعد كده بقى تروح داخل على الوظائف المتاحة بناء على الاختيارات اللي انت عملتها فوق دي هيظهر لك وظائف مرتبطة بالمعايير او الاختيارات اللي انت عملتها فوق هندخل دلوقتي بقى على الجزء الخاص بالوظائف لو دوسنا على من فوق من هنا انت بتدور على وظيفة ايه انا انا ودور مسلا على وظيفة محاسب بقول اكاونتنت تمام داف الاقتراحات تحت ايه لو جيت بصيت هلاقي ان فيه في مصر اتنين وتسعين وظيفة محاسب حاليا متاحة على امانكو علين كده ايه لو جيت دست على الوظيفة بيزهر لي هنا على الجزء اللي في اليمين المعلومات بقى الخاصة بالوظيفة دي فهنزل مسلا هنا اكاونتنت في ميت ترونيك مسلا ايه الوظيفة دي اكاونتنت اسم الشركة المكان فين محطوطة على لين كده من ثلاثة اسابيع في ثمنمية سبعة وخمسين واحد شافوها طبعا مش كلهم اه قدموا عليها بس دول شافوها بعد كده لو انت عايز تعمل لها سيف دلوقتي تحفظها وهتقدم عليها بعدين او لو عايز تعمل قبلها على طول بتدوس هنا بعد كده هنا بيقول لك ان في من الثمنمية سبعة خمسين واحد اللي شافوها ثلاثمية واحد ايه قدموا الشركة شغلة في او في الاجهزة الطبية بعد كده بقى بتنزل الجزء المهم جدا الجزء الخاص بالشروط الوظيفة او المهام الوظيفية اللي انت هتشتغل عليها وهو بيقول لك مسلا ان انت لازم تكون في الانجليش لازم لازم تكون ساب يوزر تشتعى على برنامج الاس اي بي على على الميديول بتاع الفينانشل تمام ادي شوية اه او شروط او مؤهلات هو محتاجها بعد كده بيبدأ يقول لك شوية معلومات عن الشركة نفسها هو عايز حد يعني حد يكون اه ممارس للمهنة دي مش عايز حد هيشتغل دوام كامل اه بتاعة الشركة شغالة في الاندستري دي بعد كده هو هيشتغل اه الراجل اللي مطلوب هيشتغل في والفاينانس بعد كده لو انت عايز تعمل بروح دايس عندك بيبى فيه كزا خيار او كزا طريقة للتقديم على الوظيفة فيه طريقة ان هو بيحولك على بتاع الشركة على طول وانت تبدأ تعمل الابلاي على الوظيفة وفيه طريقة تانية ان هو حاجة بيسموها او انا مش فاكر الاسم بالزبط بس ان انت بتدوس وبتملق على كده ان عطول وتروح حامل على الشركة هو بيقول لك دلوقتي ان انت ان هو دلوقتي بتاعك اه اترافع للشركة دي وشافوه عندهم بتاعته عايز وزايف تانية بتروح دايس على الوظيفة التانية دي وبتبدأ ان انت طير الشروط والمؤهلات المطلوبة ولو هي مناسبة بالنسبة لك بتعمل طيب فيه حاجة جميلة جدا دلوقتي ممكن تعملها ان انت تعمل يعني بمعنى ايه بمعنى ان كل ما فيه وظيفة جديدة اسمها محاسب وموجودة في مصر يتبعت لك بها ايميل او تزهر لك في هنا فانا لو دست كده فبيقول لي انا دلوقتي ابعت لك اه بصفة يومية ولا كل اسبوع فانا هقول له مسلا لا انا عايز كل يوم تبعت الوظيف طيب عايز او الاختار ده يكون عن طريق الايميل بس ولا في بس ولا الاتنين لأ انا عايز الاتنين وبعد كده اروح دايس سيف انا دلوقتي ايه خلاص اه بقى في عندي جوب الليرت بتبعت لي بالوظيف اللي بنفس المواصفات اللي انا كتبتها في عندي هنا برضو اه فيه او فيه اوبشن جميل ان انت تقدر تعمل اه ترتيب للوظيف عن طريق يعني عن طريق تاريخ نشر الوظيفة دي او عن طريق صلة او ارتباط الوظيفة بالكلام او بالاختارات اللي انت اخترتها فانا لو دست بوست ديت فايزهر لي الاحدث فالقات يعني مثلا دي من تسعتاشر ساعة بس عايزين في في برضو اه بعض موجودة اه ممكن انا اقول ان انا عايز الوظيفة اللي موجودة من اربعة وعشرين ساعة اخر اسبوع اخر شهر او في اي وقت وبيزهر لك قدام كل اختيار عدد الوظيف المتاحة لو انت اخترت الاختيار ده في يعني انا عايز الوظيف اللي قدم عليها اقل من عشرة او اللي قدم عليها نصف بتاعتي او اللي فيها اللي انا كنت قلت لكم عليها لما بدوس بيبدأ ان هو يزهر لك وانت تملأ تعمل على طول من اللي ما تدخل على الموقع الشركة او ان انت عايز وظائف شركات معينة فبتكتب اسم الشركة هنا يعني فاسلا جي اس كي الفطيم اجودة كل دي الشركات العرضة لوظائف انت بتكتب اسم الشركة هنا عادي كوكاكولا نورث افريكا مسلا فلو دست عليها كده بيقول لي لا ده ما هي ما فيش وظائف خالص لان زي ما قلت لكم هو بيحطوا لي قدام كل او كل اختيار العدد الوظائف المتاحة هنا بقى لو انا عايز في مستوى وظيفه معين او مستوى خبرة معين انا محتاج محتاج اتدرب دلوقتي او لسه ممتدق او يعني ممارس شوية او مستوى متوسط لو حد بقى مدير عام الناس بقى اللي هم في البورد والناس دي محتاج اظهر كل بقى الفيلترز بادوس هنا على اول فيلترز بيظهر لي كل الفيلترز اللي موجودة يعني الزيادة في عن اللي احنا شفناهم الاقي فيه الجزء الخاص بالجوب طيب لو انا عايز يعني دواب كامل ولا بعقد ولا حاجة تانية لو انا محتاج ابص على في عين شمس ولا في القاهرة بين السويف المحلة محتاج دي دي الشركة ودي لو انت عايز تشتغل في مجال معين يعني مسا عايز تشتغل في الشركات اللي شغالة في الريتيل او في او في مجال الحسابات مكاتب الحسابات والكلام ده كله او عن طريق يعني انا محتاج اشتغل في مجال الحسابات او في مجال او هكذا بعد كده دي احنا شفناها اللي هي المستوى الوظيفة بتاعك بعد ما خلص تعمل بيبدأ يطبق لي الكلام ده انت بالشكل ده الى حد كبير جاهز البروفيل بتاعك قوي مليت كل المطلوب منك تقريبا اه عرفت ازاي تعمل اه على الجوب اه وازاي تبحس الاول على وظايف اه بمعايير وبشروط معينة انت حبيبها عملت عملت بحيس الوظيف اللي هتنزل على في نفس المعايير او الشروط اللي انت حاطتها هتبعت لك بها ايميل وهتزهر في عندك تعلمت ازاي ان انت تعدل في بتاعك ازاي تعمل ازاي تعمل ازاي تعمل او لشركة كده اعتبر احنا خلصنا الحلقة دي المفروض في الحلقة الجاية هنعرف بعض النصايح المهمة جدا اللي تخليك تقدر تستغل كل او الخصائص اللي موجودة على موقع ازاي تخلي كل الامكانيات اللي موجودة على في خدمتك بحيس ان انت تلاقي وظيف بشكل اسرع ازاي تزود دايرة علاقاتك واتصالاتك على لينكد ان كل ده ان شاء الله هنعرفه في الحلقة الجاية انا عارف ان الحلقة الطويلة النهاردة اتمنى اكون قدمت حاجة مفيدة واشوفكو في الحلقة الجاية ان شاء الله علشان تشوف الحلقات الجاية ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك لو الحلقة عجبتك